موسيقى بعيداً عن السحر وتقاريرنا الغريبة خلونا نسوي سوى جولة بالحفل الموركسدور اللي صار محطة سنوية مهمة لتكريم النجوم عن أعمالهم الفنية واللي متمر عادي بدون ما نسجل لقاطات ولحظات تبقى برشيف الفن لسنوات الحفل السنة جمع عدد شبير من النجوم خصوصاً بعد غياب سنتين بسبب كورونا والوضع الاقتصادي والأمن الحساس بلوبنان بس رغم كل الصعوبات تم تحت عنوان الأمل رغم الألم وقدر يجمع نادينا سيبنجي ماقبو غصن قصي خولي معتصم النهار زياد بورجي وولي التوفيق وغيرهم من نجوم العالم العربي ومصر أما نجوم العراق اللي حضروا واتميزوا بالسهرة فشانت رحمة رياض أحمد وهمين ستار سعد وأحمد الخفاجي البداية هي رحمة أليكساندر اللي وصلوا سوى على سجاد الحمرة وكانوا أجمل ذنائي ورحمة حضرت على موت تكرم كأفضل مطربة عربية لكنها للأسف تعبت عن ريت كاربت ووقعت بين المصورين وحاول أليكساندر يمنع التصوير كان كلش عصبي وعنيف بس هذا كل حبا برحمة وحفاظا على صورتها وطبعا تمنقلها لصليب الأحمر ومعالجتها ورجعت رحمة بعد شوية ودخلت وشاركت وكملت اللقاءات وهمين تكرمت وغنت الكوكب والجهور الحاضر كلها تفاعلوا إياها بشكل مميز رحمة رياض فرحانة أنه بلدي العراق صار إلى وجود بهي شي حفل ضخم شكرا لبنان لأنه لبنان دائما داعم للفن والفنانين مبروك يا رحمة تستحقين التكريم وشنت كلش حلوة وأنيقة همين ألكساندر كان كلش مميز بحضوره وشان داعم لزوجنا رحمة هذا الشي ملفت كلش ويدل على نضج وثقة النفس أنا والله جاي سبورت الزوجتي فمعرف من راح يستلم ومعرف من راح يتكرمه في صراحة جاي شوفها تغني اليوم إن شاء الله بعد رحمة وألكساندر وبنص الزحمة على النجمة ندي نسيب جين سرقنا منها كم كلمة عم بتكرم عن عم بيأخذ جايزة عن مسلسل عشرين وخمسة تستحقين التكريم يا نادين همين ما قبو غصن تستحق تكريمها على مسلسل الموت العمل اللي حقق نجاح جبير عربيا أفضل ممثلة عام الفين واحدة وعشرين عن مسلسل الموت دور سحر أما معتصم النهار لما نوصل سوى زحمه وتكاتلوا عليه الصحفيين وحاول تلبيط طلبات الكل ورزت كاميرا ستارز اونيو تي في لحظات حصرية بينه وبين الموثلة المصرية حورية فرغالي اتغزل بيها وبأنفها اللي سويتها أكثر من عشر عمليات ترميم وكانت حديث الناس بسبب لأشهر حورية حورية تغزلت بمعتصم علنا قدام كاميرتنا وبخفة دمها وعفويتها هذا اللي صار بيناتهم خلاص أنا حكلمك هاخد رقبك من أنور وكلمك وانا بيكلمني هكلمك وانا بيعكس خلاص اوكي بس يا حورية خليني نرجع للجد ومعتصم حصل على جائزة الموثل الجماهيري وهي كان احساسة تجاه التكريم الجائزة بتعنيلي كتير من بلد غالي على قلبي ومن مهرجان لو سمعته عربيا أحلى شي بالحياة النجاح والنجاح ما بيتكلل إلا بتكريم يليق فيه التكريم كان يعني بالنسبة لي رائع جدا تانكيو